بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ مع بعض في سلسلة من الدروس الخاصة باجتياز امتحان البي ام بي. للحصول على شهادة بروجيكت مانجمنت بروفيشنال. الشهادة المعروفة عالميا اللي بيمنحها معهد البي ام اي بروجيكت مانجمنت انستيوت الموجود في الولايات المتحدة الامريكية. الشهادة يعني من الشهادات القوية جدا في مجال ادارة المشروعات. نظرا لان هي مبنية على ستاندرد قوي. يعني قم بوضعه العديد من الخبراء ادارة المشروعات اللي عندهم. والامتحان بتاعها من اقوى الامتحانات. بعض الناس بتفشل يعني في اجتيازه وان شاء الله يعني معظم اللي يكون بيسمعنا وعنده همة ان شاء الله مع الدروس ديت ومع مذاكرته وهمته ان هو هي اجتياز الموضوع دوت. فنحاول نعمل زي خطة كده للدراسة مع بعض بحيث ان يبقى فيه مجموعة من الفيديوهات. زي ما كنا عملنا قبل كده من فترة في فيديوهات لما كنا بنزلها. وعن طريق مسلا كده مناسب نبدأ ان احنا ايه نذاكر مع بعض موضوع طيب دي بس انا حابب ابدأ بيها نظرا لان انا كنت اا اعطيتها من فترة كده في جمعية الموانسين المواصلين بالمملكة العربية السعودية مع شعب التقنية المعلومات. وجزاهم الله خيرا يعني كان الفضل اللي لا ثم ليهم فان انا يعني اا يكونوا محفزين لي فان انا ابدأ المجموعة الدروس ديت يعني مع بعض بإذن الله نبدأها. بداية اا اعرف نفسي كده المهندس محمد السعداني سينير بلانينج انجينير شغال في شركة هيل انترناشنال انا مهندس مدني اساسا بس شغال بلانينج انجينير بقى حوالي ثمان سنوات او تسعة سنوات ومن الفين وعشرة وبعد كده اخد سيرتيفيكيشن في الكوست سي سي بي واخد كورت سيرتيفيكيشن برضو في الريسك بي اما اي ار ام بي ومعتمد من الهيئة السعودية المنطسين كبروفيشنال انجينير يعني ده صورة سريعة كده عن بس ايه الهيستوري حس يبقى الناس يعرفة مين اللي بي حاضر يعني معهم كده طيب بداية عايزين نتكلم كده في ايه في دردشة في الفيديو دوت على موضوع البي ام بي اول شيء طبعا احنا محتاجين عشان نحنا نجتازل الامتحان ضروري ان يبقى فيه اخلاص للنية النية تبقى لله سبحانه وتعالى ان احنا عايزين ان الشهادة اللي انا باخدها دي مش بس عشان اعلقها على الحيط او عشان ازود بيها رتبي لا الشهادة عشان فعلا انتفع بالعلم اللي فيها واطبقه الناس هنتفع بالعمل دوت ما يبقاش بس حاجة نظرية كده ان انا احطها في بتاعي لا كمان تبقى للتطبيق بتاعنا في المذاكرة اا اقصد بيه طبعا موضوع انا هزاكر منين ايه هي المراجع اللي هتكون معايا وانا بذاكر اا ايه هي الادوات اللي انا محتاجة اا انا برجح الصراحة في الموضوع ده اا مع البرزنتيشن اللي احنا هنبقى نقدمها في الفيديوهات انه برضو يبقى في كتاب او اللي هو الستاندرد الخاص بالبي اي وبردو كتاب اا ريتا هو طبعا الموضوع مش دعاية بس هو احنا شفنا ان في كتب كتير في الموضوع دوت بس كان انسبهم هو كتاب ريتا الكتابين موجودين في المكتبات نقدر نشتريهم بسهولة يعني او ناخدهم من حد مسلا لو كان نستعيلها نستعيل الكتب يعني منه اا فدول يعني انا شايف افضل كتابين ومعهم برنامج الفاستراك ممكن نحن نشتريمي على الانترنت اا الفاستراك ده يعني هنحتاجه اا مستقبليا شوية يعني مش مش في الفترة بتاعت المذاكرة قوي اا هو خاص بحل الاسئلة مليان بالعديد من الاسئلة بشكل كويس يعني ده كده بالنسبة للسكوب بتاعنا محتاجين ضروري في اي تسك بنعمله في حياتنا ان احنا يبقى فيه تايم فريم يبقى فيه يعني نطاق زمني كده او اا عاملين لنفسنا جدول بسيط بنحاول نقول في احنا ده اللي هو عبارة عن مجموعة من الشباتر او مجموعة من الدروس هنذاكرها في تايم فريم ادي ايه في وقت ادي ايه وبنوزع الكلام ده على ايام الاسبوع توزيع مناسب بحيث ان احنا برضو نراعي لو في حد ما بي ازاكرش مسلا جمعة وسبت او في حد ما بيزاكرش غير الجمعة والسبت اي ان كان كل واحد على حسب ظروفه يعني اا محتاجين ان يبقى فيه مناسب تقصد بي يعني كل واحد يذاكر على قد المتاح بالنسبة له يعني في واحد يقدر ان هو اا يذاكر مسلا اربع ساعات في اليوم لمدة خمسة يام في الاسبوع في واحد مش هيقدر يذاكر غير ساعة مش هتفرق ده هيذاكر بريت صغير وان شاء الله هيحقق بعد فترة اكبر التاني برضو هيذاكر بريت كبير وهيحقق فترة اقل بس الاتنين في النهاية ان شاء الله هيكتازوا الامتحان بس الفكرة كلها ان انا لو حطيت لنفسي ريت اا اقوى او اعلى من الامكانيات المتوفرة بالنسبة لي فممكن ان انا اي اس فعشان كده محتاج ان انا وانا بعمل ده ان انا ابقى براعي الريت بتاعي في المذاكرة انا معتاد بالنسبة لي اذاكر قد ايه ممكن يبقى مسلا تلات ساعات في الاسبوع او اربع ساعات في الاسبوع ممكن لاربع ساعات دول في اليوم كل واحد على حسب الامكانيات المتاحة بالنسبة له طبعا هدفنا بشكل كبير جدا في اي دراسة ان احنا نفهم يعني موضوع الحفظ ده نأجله لاخر حاجة اا كل ما هنفهم ونعدى على حاجة اكتر من مرة هنلاقي المعلومات ثبتت لوحدها ومش محتاجين ان احنا نمسك حاجة ونقود نحفظها يعني الفهم اهم بكتير من الحفظ. كتير من الناس لما بتبدأ تعدي على شباتر بتحس انها صعبة في الكتاب فبتبدأ انها تيقس وترمي الموضوع وتكسل فاحنا محتاجين دايما ان احنا نحصل على قد ما نقدر وخلي الحاجة الصعبة خليها في الاخر بحيس ان ابي اعطيت لنفسي ايه امل ان انا مشيت وبدأت ان انا بدأت اعرف ان انا خلاص يعني ايه ماشي على التراك فيعني اجلوا الصعب محدش يبدأ بالصعب اللي بيبدأ بالصعب يعني في الغالب بيقس من البداية يعني واثناء الشرح بتاعنا هنقول ايه هو الصعب اللي كنت اقصده يعني في الفقرات ديت يعني وان شاء الله يعني معظم المنهج سهل بازن الله هدفنا من الدراسة التطبيق زي ما قلنا من شوية مش مجرد بس ايه الركنة فده مهم جدا ان انا وانا بشوف الفيديوهات دي لو في حاجة منها هقدر اطبقها دلوقتي في شغلي ابدأ اطبق على طول مش محتاج استنى لما اخد الشهادة وابقى معي اا بيم بي سرتفايد وبعد كده ابدأ ان انا طبق لا من دلوقتي يفضل ان انا ايه كل ما هتعلم حاجة ابدأ ان انا اطبق على قد ما اقدر طبعا يعني اا كيرفلي سيليك تراينينج كورس لو حد فينا هياخد موضوع التراينينج كورس يحاول ان هو يختار بعناية جدا اا الكورس اللي هياخدوا ما يبقاش يعني بيدور على كورس ااا مجرد بس ان هو ياخد شهادة او كورس اا اا يراعي ان هو يسأل عن المدرب دوت هل ده من النوع اللي بيقف على 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 قدام يعني ويعود يقرأ النقط بس وخلاص ولا بيفهم هل هو من النوع اللي بيبقى عايز ااا يخلص الكورس بسرعة اهم شيء ولا هل هيعود يشرح بوضوح. ويعني انا ليا تجربة شخصية في امتحان الريسك في الموضوع دوت. ان انا خلصته يعني من غير ما مااخد كورسات اه معتمدة يعني الكورسات المطلوبة هي عبارة عن خمسة وتلاتين ساعة. خمسة تلاتين ساعة لا يشترط ان هما يكونوا معتمدين من مكان معين. ولا يشترط ان هو يكونوا في دور اسمها او الاعداد للبي ام بي. يعني بمعنى اخر لو انا واخد مجموعة من الكورسات هيوفي عددها الخمسة تلاتين ساعة. الكورسات دي في البي ام بي. واخدهم خلال الفترة اللي فاتت. اقدر ان انا اخدهم ورصوهم كده وقول هما دول الكورسات اللي كانت معايا. فمش لازم يكون في كورس اسمه بي ام بي بريباريشن. انا حابة بأكد على النقطة دي. عشان لو واحد معاه المجموعة من الكورسات. مسلا كورس في البرميفيرا. كورس في اله الكمنيكيشن اه مسلا. او كورس في البرانينج. كورس في الكورس اين كان مجموعة من الكورسات. اه في مجال البروجيكت منجمنت في المجالات اللي هنتكلم فيها خلال الكورس ده. فدي تكفي بالنسبة له كاشهادات ومش محتاج ان هو ياخد كورس تاني. ويعني نحطه في اعتبارنا دايما ان معظم الكورسات ما بتديش اكتر من عشرين في المية. يعني بتتراوح الموضوع كله من مسلا خمسة في المية لعشرين في المية. والباقي كله معتمد على بتاعي. ان انا ابدأ اكون عندي همة وابدأ ان انا اذاكر واقرأ والخص وابدأ احل اسئلة ويبقى فيه بالنسبة لي. طيب بالنسبة للنقطة الاخيرة كل ما نقدر لو ان احنا نعمل اه زي كراسة كده تكون شكلها كويس وجلدها مقوة كده بحيس ان هي تعيش معي فترة طويلة وتبقى حاجة انا فرحان وانا بكتب فيها كده وشايفها حاجة مشجعة ليا. يفضل ان انا بقى باخد نوتس باستمرار. قدرت اخص تلخيص كامل. اه لخصت بشكل بس بس بسيط. خدت نوتس. اه التريكات اللي بقوا فيها في الاسئلة اكتبها. كل عبارة عن سطر واحد كده بس. الفايدة اللي استفدتها ايه من السؤال دوت. اه بحيس ان الكراسة دي بتنفع معايا كمصدر في المراجعة لان في الغالب يعني بنعدي على سايكلين مراجعة او مرتين مراجعة. اه مرة منهم مسلا متبقى ليلة الامتحان دي محتاج ان انا راجع المنهة كله في يوم واحد. فلا شك ان النوت بوك دي هتبقى افضل بالنسبة لي من انا ادخل على المراجع التقيلة اللي هي تلتميت صفحة وراجعها مسلا كلها في يوم واحدة. هيكون طبعا الموضوع مستحيل يعني. فيفضل ان انا يبقى عندي ايه الموضوع السامري اللي انا عامله لنفسي. يعني دي كان دردشة سريعة كده عن الموضوع قبل ما نبدأ ندخل من الفيديو الجاي في المنهج نفسه. اه كنت حابب بس ان يبقى ايه يعني اه مجرد بس اه بالنسبة لنا كده من اه وضع الهدوء كده ان احنا نبقى خدنا فكرة بس عن اه الموضوع ونبدأ ان احنا ندخل يعني في الموت بتاع المذاكرة ونبدأ نتحمس كده ان احنا كل واحد يبدأ انه يستعد ان في الفترات الجاية نبدأ ننزل الفيديوهات ونتابع مع بعض على اليوتيوب بازن الله. الجدول اللي قدامنا ده زي خطة تقديرية وان شاء الله نحاول نحن نمشي عليها. اه هي الخطة حاولتها رعي فيها ان هي ما تبقاش سريعة قوي ولا بطيئة قوي بحيس ان هي تناسب معظم الناس. اه الخطة معمولة في اه ان احنا نخلص مذاكرة في 11 اسبوع. 11 اسبوع يعني حوالي ثلاث شهور او اقل قليلا. بنبدأ مذاكرة من اول يوم السبت 26 ديسمبر ونخلص اليوم الجمعة اللي هو 11 مارس. يعني ناخد تقريبا يناير فبراير وجزء من مارس واسبوع من ديسمبر. وفي كل اسبوع منهم هنحاول نحن ناخد شابتر كامل وهنقسمه على تلات اجزاء. ناخد يوم السبت جزء والاتنين جزء والاربع جزء. ويوم الخميس يبقى عندنا فترة كويس ان احنا ممكن نراجع لتلات اجزاء دول اللي خدناهم. ونبدأ ان احنا يوم الجمعة ننزل فيديو خاص بالاسئلة والاجوبة ونحل مع بعض. ونبدأ ان احنا كمان ايه نتناقش على الجروب في السوشيال الميديا يعني بحيث ان احنا كل واحد لو كان عنده اي اسئلة يبدأ انه يتراحها ويبقى فيه تحاور جماعي للموضوع ونبدأ نفعل موضوع يعني ايه المناقشات يعني شوية. ده جدول كده يعني سكماتيك وان شاء الله نحاول ان احنا نمشي عليه كبلاين وهنزله كفايل اكسل مع الفيديو نفسه. عندنا برضو موضوع كنا عملنا فيسبوك جروب على الفيس بحيث ان احنا نحاول ان احنا نذكر عليها نبقى يعني جويند على الجروب ديت. ده اللينك بتاعها فيسبوك دوت كوم على جروبس على pmp.sg اختصار study group وان احنا نحاول يعني بقى مشتركين فيها ونكتب كومنس مسلا على البوستات او الفيديوز اللي هتنزل فيها بحيث لو حد عنده سؤال يعني بقى الكل بيساعد ونشوف روح تعاون مسلا من الجميع مسلا ان الكل بيجاوب عليه وهكذا. الفيديوهات نفسها هتنزل على الاشنال بتاعتي اعتقد اللي كان متابع البريمافيرا كان عارف الاشنال نفسها. ده اللينك بتاعها youtube.com على يوزر على ام سعدان تيوب. ده كده ايه ملخص اليه الا استراتيجي اللي هنمشي بيها يعني في الفترة الجاية وان شاء الله يعني كلنا نكون مستعدين كده من الزبت الجاية ان احنا نبدأ اه نذاكر محتاجين ان فعلا نبقى في استعداد قوي شوية الناس تبقى الهمة عالية الناس تبقى محضرة الكتب اللي هتذكر منها بعد ما نسمع الفيديو نحاول ان احنا نبص على كتاب البينبوك وكتاب ريتا مثلا ونبص على هل في اي اضافات ممكن نوتس ناخدها على جنب او كده الفيديو نفسه هل ممكن ناخد منه نوتس ونسجلها في الكراسة بتاعتنا لو واحد ما عندوش وقت خالص ممكن بس ان هو يتفرج على الفيديو ولو قدر نيعيده مرتين تلاتة ياخد النوتس قليل لو واحد عندو وقت مناسب يقدر ان هو ياخد يفرج الفيديو بشكل كويس وطبعا هتبقى السلايتس نفسها موجودة هتبقى منشورة يقعد على البينبوك جايد وياخد منه نوتس ويسجلها في النوتبوك بتاعته من ريتا نفس الحكاية بحيث ان هو يكون عامل ريفرنس قوي لنفسه يعني كل واحد على حسب الوقت اللي يكون متاح بالنسبة له ونلتقي في الفيديو القادم بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته